السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد سؤال سريع جدا هل ممكن دلت ماكس او الفنكشن اسمها ماكس تساعدك انك تعمل شغل كويس قوي في الرسم بياني بتاعك اه ممكن تعال نشوف ازاي ممكن احسب التغير السنوي وحطه جوه رسم بياني ولكن في سطر ثابت كده بالشكل احنا شايفينه قدامنا ده من غير ما يكون طالع ونازل مع التريند اللي موجود هنا تعال بسرعة نروح على الاكسل ونشوف هنعمل كده ازاي قبل ما نروح نجرب مع بعض المثال العملي ده الشكل النهائي اللي عايزين نوصله الخط الازرق ده بيمثل ما بيعت سنة واحد وعشرين والخط الاحمر ما بيعت اتنين وعشرين وعندنا لابل فوق كل نقطة من النقطة كمان زي ما انت شايف فيه خط فوق لكن الخط ده مش باين باين بس الارقام او اللي موجودة عليه وده بيمثل التغير السنوي بمعنى ايه ان شهر يناير اتنين وعشرين اعلى من شهر يناير واحد وعشرين بسبعة في المية شهر فبراير اتنين وعشرين اعلى من فبراير واحد وعشرين بحداشر في المية وهكذا ولو خدت بالك هتلاقي الليبلز دي المحاذاة بتاعتها مية في المية يعني ولا واحد طالع ولا واحد نازل يعني لا فيه القيمة فوق ولا قيمة تحت كلهم على نفس السطر بالزبط رغم ان القيمة تتغير يعني سبعة احداشر سبعة تمانية ومع ذلك كلهم بالشكل ده ده الجدول اللي في الديتا في الكولومز عندي كل الشهور وعندي بعد كده في السطور سنة واحد وعشرين وسنة اتنين وعشرين وانا مجاهز خانة او سطر زيادة عشان احسب فيه نسبة التغير من سنة الى سنة يعني انا شوف شهر يناير سنة اتنين وعشرين اتغير بنسبة اديه عن شهر يناير سنة واحد وعشرين وهكذا طب عشان اعمل كده تعالى مبدئيا نطرح اتنين من بعد اطرح مين ناقص مين هاطرح السنة الجديدة ناقص السنة القديمة فهيديني الرقم ابسلوت واحد وتمانين وستة وسبعين من مية ده الفرق بين الاتنين ابسلوت يعني القيمة فرق القيمة نفسها واحد وتمانين و76 من 100 طب لو عايز احاولها النسبة مئوية يبقى حطها جوة قسين بص كده معي الفومولابار هحطها جوة قسين وبعد كده اقسمها على السنة القديمة اللي هي سنة 21 سنة الاساس هقسم على 21 ولو عملت النسبة مئوية هيدي لك 7% نسبة التغير ما بين السنتين شهر يناير طبعا لو شديت المعادلة هتشتغل بشكل هائل هل في طريقة ابسط للحزبة دي اه في طريقة بسيطة جدا ويريد تجربها على طول انا هاخد السنة الجديدة اللي هي 22 وبعدين استخدم علامة على اقسمها على السنة القديمة فهيديني كام؟ هيديني 107% طب لو طرحت منها 1 مينس 1 يبقى هيديني 7% يبقى السنة الجديدة على السنة القديمة ناقص 1 وبعد كده اشد المعادلة بكده قددنا نشوف نسبة التغير السنوية للمبيعات يعني قددنا نشوف تغير كل شهر مقامة بالشهر اللي زيه السنة اللي فاتت من 1 يناير لحد ديسمبر دلوقتي تعالي نحاول نرسم الجدول ده هاختاره كله بالكامل واروح على انسرت الحتة بتاعت الشارتز وهاختار اللاين شارتز وهاختار اول واحد فوق على الشمال اللي هو 2D line وزي ما انت شايف رسم لي خطين متوازين بالشكل ده تبص كده على الجند واضح ان مبيعات السنة الجديدة باستمرار اعلى من مبيعات السنة القديمة ولو حاولت تدور على اللاين الثالث اللي هو نسبة التغير هتلاقيه خط واحد كده فوق الصفر ثابت كده بتغيرش خالص وهي دي المشكلة اللي بتواجهك لانه حضرتك دايما السبعة في المية دي أو أو بوينت زيرو سيفن اكيد اصغر بكتير من الالفات اللي موجودة فوق عشان كده هتلاقي على السكيل شكلها صغير جدا وده اللي احنا هنحاول نشوف له حل دلوقتي طيب مبدئيا انا هشيل خالص اللاين ده ديليت فكده التشارت بقى باصس بس على اول مافيش مشكلة ممكن نعمله توضيب سريع تعال اول نزبط شوية انا عايز الخطين دول ينزلوا لتحت شوية وانا مختار الاكسز اللي على الشمال هعمل رايت كليك وقوله فورمات اكسز وبعد كده من اكسز اوبشن هقوله انا عايز المينم بتاعي وليكن مثلا سبعمائة وخمسين لو عملت كده هتلاقي الدنيا شكلها احسن شوية ممكن كمان الماكسمم نكبره شوية وتعال نخليه مثلا الف وخمسمية عشان حدة التغيرات دي تقل شوية عن مكات موجودة طيب الخط مكسر كده انا ما بحبوش بالشكل ده فهختار اللاين وهروح على الحتة بتاعة الفيل اند لاين وهنزل تحت خالص وقوله سموث لاين وهختار نفس الكلام سموث لاين للخط التاني الالوان ممكن اغيرها الازرق ده بتاع السن اللي فاتت ممكن اخليه لون مثلا وليكن الرمادي والسنة دي هعملها لون ظاهر شوية وليكن اللون الاحمر وحشيل وحشيل مش محتاجه دلوقتي لكن ممكن اقاد لابل فوق الخطوط هستخدم وحاول لو سمحت عايز ديتا لابلز اللابلز دي فوق ما عنديش مشكلة كعان بص كده اللابلز دي موجودة فوق أبوف موجودة اللابلز التاني عشان نوسع الدنيا ممكن اقوله خليها بلو فكده بقت الدنيا واسعة شوية واقدر اشوف الدنيا بشكل كويس التشارت تايتل ممكن اغيره واخليه سيلز ترند يير أوفر يير واخر حاجة ممكن اكبر شوية بالعرض علشان الترند يبقى مفروض والدنيا واضحة قدامي بشكل كويس دلوقتي انا عايز ازود يير أوفر يير الخط اللي موجود هنا ده او السطر اللي موجود ده عايز زوده في التشارت من فوق ويكون ثابت لا بيطلع ولا بينزل زي الترند كده طب عشان اعمل كده هستخدم ماكس هنا هيجي دور ماكس طب هعمل ايه هروح على الحتة التانية انا نسميها يير أوفر يير لاين دي وهستخدم فيها ماكس طب هقوله ايه كل وابدأ اقوله انا عايز الماكس الماكس مام بتاع ايه بتاع الفاليوس كلها انتر طلعت 1278 طب انا مش عايز اعلى قيمة بس انا عايز اعلى قيمة واطلع فوقها شوية كمان ممكن اعمل تاني ادت للمعادلة واضربها في حاجة معينة في نسبة معينة ولتكن مثلا ازود عليها 15% عشان ازود 15% يبقى حضرب في 1.15 يعني 1.15% ده بالزبط كاني زودت القيمة ب15% هادوس انتر اداني 1480 وكده ممكن اشد المعادلة لغاية الاخر هتلاقي اني قيمة سبتة في اللاين ده كلها 1480 طيب تعال بقى نحاول ندخل القيمة السبتة دي جوه التشارت طب اعمل كده ازاي وانا مختار التشارت هروح على تشارت ديزاين وهي هختار select data وعلى الشمال legend entries او السيريز هقول له add زود هقاد ايه عايز اسم الكاتيجري ده او اسم السيريز ده ايه فهروح اختار اللابل اللي هو year over year percent line وبعد كده هختار values ال values ما هي الا 1084 لكل الشهور وبعد كده ادوس على اوكي وادوس اوكي مرة كمان وزي ما انت شايف بقى مكتوب عندي قيمة سبتة خط رمادي سابت وقيمة سبتة 1480 يعني ممكن لو نزلت كده لتحت شوية عشان اوسع الدنيا فزي حرك شايف كده بقى عندي الخط السابت قدرت اعمل الخط السابت عندي مشكلة ان انا مش محتاج القيم اللي موجودة هنا لو اخترت ال labels دي وروحت على format data labels ممكن اقول لو سمحت شيري ال values طب استفدنا ايه لما شيرنا ال values اه ممكن اعمل حاجة تانية في حاجة اسمها value from cells يعني هاخد قيم من سطر تاني او من مكان تاني اول ما هعلم عليها هيفتح لي البوكس الصغير ده بيقول لي data label range هدوس على السهم اللي جنبه واختار بقى ايه الحزبة بتاعتنا الاصلية اللي فيها النسبة المئوية وبعد كده ادوس على اوكي فحتلاقي year over year بقت مكتوبة هنا في سطر ثابت زي محرك شايف كده بالزبط طيب لو اخترت الخط نفسه ممكن اروح على fill and line وقل له no line يبقى كده عندي ال label زي انا محتاجها بالزبط اللي هي year over year percent او التغير السنوي وموجودة كلها ثابتة في سطر واحد وعندي لها جزء في اللي جند هنا لو حبيت امياز عشان الناس تشوفها ممكن اديها لون مختلف فممكن اختارها كلها ومن فوق اختار اللون الاخضر زي ما كنا عاملين اعمل one click مرتين عشان اختار year over year line وقال له عايزها كمان باللون الاخضر وبكده نكون قدرنا نوصل اللي احنا عايزينه رسمنا trend line ومن غير ما نستخدم secondary access زي ما بتعمل قدرنا نحط year over year في خط ثابت فوق وشكلها كويس جدا واختارنا القيم بشكل هائل بكده نكون وصلنا نهاية الفيديو لو عجبك لو سمحت اعمل like واشترك في القناة وسيب لي تعليق كمان هتلاقي هنا لينكات لبعض الموضوعات المهمة ممكن تاخد فكرة عنها واشوفك الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته